نجحت عناصر القوات البحرية في احباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة الى داخل البلاد حيث تحركت على الفور عناصر من القوات البحرية بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد باعتزام بعض المهربين ادخال كميات ضخمة من جوهر الحشيش المخدر عبر البحر باتجاه سواحل مدينة دمياط وتمكنت من ضبط مركب صيد داخل المياه الاقليمية محملة بكميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وعقار الكبتاجون المخدر كما تم القبض على سبعة مهربين من طاقم المركب وقد تم اقتياد المركب الى قاعدة بورسعيد البحرية وتسليم المهربين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتواصل عناصر القوات البحرية اجراءات التفتيش والتمشيط على امتداد السواحل لمنع اقتراب اي عائمات مشتبه بها واحبط اي محاولة للتسلل والتهريب عبر البحر